السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر رضا البيومي من قناة انجليز اولاين. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الاول الاعدادي. في فيديو النهاردة بازن الله هعمل معاكم مراجعة على يونت ايت. تكملة للمراجعة اللي احنا بدأناها في الفيديو اللي فات وكنا رجعنا على يونت سيفن. لو ما قدش شفت الفيديو ده هتلاني سايب لك لينكم طبيعته بازن الله في اول تعليق مع لينك تحميل المذكرة دي اللي هي مذكرة طيب النهاردة زي ما قلت كده هنراجع على يونت ايت بتبقى نظام مراجعتنا النهاردة هتكون عبارة عن حل اسئلة على الكلمات وبعد كده هنحل اسئلة على الموجودة في يونت ايت وبعد كده هنحل اختبار على الواحدة. ده التلات اجزاء بتاع فيديو النهاردة. وقبل نبدأ الحل بأكد عليك دعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. واله هنا. وبعد كده هنا جايب لي لو خدت بالك عندك في المنك حاجة اسمها اللي معناها اقل ايه? اقل بقليل. لكن كان بتجي مع حاجة اسمها يعني اكثر ايه من. معناه حوالي. فتذكر التعبيرات دي هات اللي بنحطها قبل الارقام لما نكون مش متأكدين قوي. نمبر تو بول هنا ايه اللي هو النفق يعني اه وبعد كده اول ما تشوف يبقى انت كده بتقيس عمق. وطبعا هنا العمق اولاد يبقى بكلمة ايه? اه 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 ديب. او او ممكن اقيس كمان النفق بي لانه النفق ممكن يكون بيكون طويل. يعني بشكل ايه? افق كده يعني كده او كده. طبعا ما ينفعش يجيب لي الاتنين لان الاتنين ينفعوا ييجوا مع كلمة ايه? اه تانل. سواء كلمة يبقى طول بشكل ايه? بالشكل ايه اه افق كده. لكن لو طول بتبقى ايه بشكل ايه? اه رأسي. يعني كلمة ديب زي ما قلنا. وده سؤال من كتاب المدرسي خد بالك. وبالتالي هنا هنستخدم ايه? هنستخدم برضو لان احنا بنقص طريق. والطريق برضو بيكون بالشكل ده. بيكون افقي. يبقى استخدم بمعنى كام طول. ده تحيا مصر ايه? يبقى ايه اسمه ايه طبعا كبري تحيا مصر وده طبعا مهم جدا وفيه عندنا في المنهج عنه. عنده اه عن الاصل عن الموضوع ده. وبيجي كتير او فيه الامتحانات. يبقى قول ايه? ده تحيا مصر بريج. دكايرو ايه? is the tallest building in ايجبت. يبقى اسمه ايه? بالضبط كده هو المبنى الاطول في مصر. اما هنا بقول لنا we need to buy some more water. احنا عايزين نشتري مزيد من الماء. this bottle is. ليه لان الزجاجة ايه? is empty. وامتي يعني فارغة فاضية. عشان كده احنا عايزين نشتري ايه? مية تانية. be careful you don't hit your head on the door. اخد بالك احترس انتبه ان انت ما تغبطش رأسك في الباب. ليه يعني مدرس كان غاضب جدا لان كل الطلاب كانوا ايه? بالضبط كده كانوا نويزي كانوا عاملين دوشة يعني. السؤال اللي معنا بعد كده في number nine بقول لنا هنا we can't swim across the river here. يعني مش هنقدر نعوم عبر اللي هو النهر. اه هنا في المكان ده. لان المكان هنا ايه? عريض ولا يعني مخافض ولا يعني اه اه ضيق ولا يعني مزدحم. طبعا هذا السؤال اجابته غمضة شوية ولكن هنا الاقرب للصحة هي كلمة ايه? كلمة ايه? نارو. نجي بعد كده ليه اللي هي ايه? بقول. the market is always very busy. at this time. يعني ايه? يعني السوق يا ولاد بقول دايما مزدحم في هذا التوقيت. don't go. يعني بقول لك لا تذهب. now or it will be very. ما ترحش دلوقتي وقول لها المكان هيكون هناك ايه? هيكون crowded. يبقى احنا عاوزين كلمة تدي نفس معنى busy. busy يعني مزدحم و crowded برضو معناها مزدحم. what do you بعد كده about going to the the sports club tonight? يبقى عاوز اقول لك ايه? ما رأيك? ولما تيجي تاخد رأي حد? بتقول له يا اما what's your opinion? يا اما what do you think? يبقى what do you think هنا ماذا تعتقد او ما رأيك فيه? اما هنا في number 12 بل اي وبعد كده it's very important to be healthy. يبقى انا اعتقد برضو ان من الضروري والمهم ان انت تبقى بصحة جيدة او تكون بصحة جيدة واعتقد يعني think. بستخدمها للتعبير عن الرأي. what do you think? ايه زي اللي احنا عملناه في number 11. ولي what do you think? وبعد كده اه animals like horses and cats. طبعا احنا عارفين ان اه ان اه what do you think? بيجي بعد ده حاجة من اتنين. يا اما what do you think of? يا اما what do you think about? حاجة من الاتنين. يا دي يا دي وطبعا مش هجيب لي الاتنين في الاختيارات. فاحنا هنختار هنا. بعد كده هنا في فورتين بولين هنا means something that is not expensive. يعني الحاجة اللي انت هتحطها هنا دي معناها شيء ليس غاليا. والحاجة اللي مش غالية بتكون رخيصة. to be a means not to be quiet. not to be quiet يعني ان انت تكون مش آآ 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 هادئ. وطبعا عكس هادئ هو noisy. يعني صاخب او دوشة يعني. 16. وان هنا means measuring something from one side to the other. يعني انت تقيس حاجة من المكان ده للمكان التاني. من الجانب ده من الجنب ده للجنب التاني. وليكن مسلا عندك هي طربيزة زي دي كده. فنبقسها من هنا لهنا. يبقى اني كده بقس ايه? العرض بتاعها. والعرض يعني ايه? يعني white. اما هنا في 17. بولي means measuring water from the top to the bottom. يعني بتقيس المية من القمة للقاع. يبقى انت كده بتقيس ايه? شوف بتمشي كده للقاع كده. يبقى انت كده بتقيس العمق. والعمق يعني ايه? يعني ديب. اما هنا بولي to be ايه? means not to be dangerous. ان انت تكون مش في خطر مش خطير. ويعكس يعني عاوز اقول له عكس خطير. عكسها طبعا safe يعني امن. يبقى not dangerous يبقى safe. we need to take the bus down this road. احنا عاوزين ناخد الايه? الاتوبيس في هذا الطريق. but how بعد كده is it? how ايبقى? how cheap? ولا how high? ولا how wide? ولا how old? انا بتكلم على الايه? الطريق. يبقى احنا هنسأل الحاجة الوحيدة اللي تنفع بها عن الطريق هو how high? how sorry how wide? يعني كم ايه? كم عرض الطريق. اللي عشان نعرف ازا كان الايهتوبيس هيعرف اه يمشي فيه ولا لأ? we want to swim in the river. يعني اه نريد ان نزبح في النهر but how بعد كده is it? how ايه برضو الحاجة اللي تنفع هتيجي مع الريفر هنا لا ولا 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 لكن النهر ينفع يجي معاه كلمة كم عمكو? حلنا دلوقتي مجموعة من الاسئلة على الكلمات الخاصة بيونت ايت. هنحلل دلوقتي بقى على دروس الجرامر. ركز بقى معايا كده وفي number one بقول هنا which pyramid is? يعني ايه هرم ايه? وبعد كده the great pyramid of giza or the red pyramid. لو خدت بالك كده من اور اللي جاي في السؤال ديت فور يا شطار بتيجي في سؤال المقرنة. والمقرنة هنا يبقى اهتبه ايه بطولر. طبعا ما ينفعش احط معها اه اه طولر اه مور لانها هي الصفة طويلة اصلا عشان احط قبلها مور. واوعة تستخدم في السؤال. لا تأتي في السؤال. يبقى استخدم ايه طولر بس. لكن لو انا بعمل جملة اه كنت اقول ايه طولر ذان. وبعد كده جاب لي ده جاب ايه اه اخر. يعني بعمل له برضو مقرنة بين الجابلين. وبالتالي هنستخدم هاير ايه هاير ذان. يعني اعلى من. كايرو اذ مور وبعد كده ذان اسوان. عاوزين نعمل مقرنة بين القاهرة واسوان ونقول ان القاهرة باقي طبعا هنا جايب لي مور وبالتالي مور ما تجيش مع ها صفة فيها اي ار. بتيجي مع الصفات الطويلة. والصفة الطويلة هنا هي مزدحم. يعني الاهرامات اللي في الجيزة ديت ار اي. برضو ذان موجودة ولازم ان تقرأ للاخر. ذان موجودة يبقى مقرنة. ومقرنة باستخدام صفة سيارة زي ايزي يبقى هاستخدم ايه يزير. لكن ايزي ما هي الصفة طويلة ولاد عشان احط ابلاقي مور. بعد كده ذان ماي فريند برضو ذان مقرنة وهاستخدم صفة صغيرة زي طول يبقى باستخدم ايه طولر. يعني بعض الناس بتعتقد ان مادة الرياضيات الذا وبعد كده طبعا هنا واضح جدا ان دي بقى صغة تفضيل. وبصغة التفضيل هنا باستخدم ذا وبعدين لو صفة سيارة بحط لها اي اس تي ذا مسلا طولست. ولو صفة طويلة بنحط قبلها يا اما موست يا اما ليست. وهنا جاب لي حاجة واحدة بس ما ينفعش يجيب لي الاثنين. فجاب لي هنا ايه يعني الاكثر صعوبة. في كل الموت. اللي هو اللي تزحلك على الجليد ده. برضو بيمارسني او بيعمل لي مقارنة ما بين رياضات الجليد. وهنا بيقول لي اه طبعا ديت واضح جدا انها مقارنة عشان فيه عندي طرفين هوت يا اولاد. رياضين. يبقى استخدم لازم نحط بقى ايه? طالما دي جملة. لكن قلت ما بيجيش في السؤال. اما هنا بقول لي في ايام السبت بيكون الايه? الماركت از ايه? وبعد كده بيعمل مقارنة في اه عن السوق في ايام السبت وايام الجمعة. وبالتالي مقارنة باستخدام برضو صفة سيارة زي صفة يبقى ايه? طبعا هنا هنستخدم ايه? عشان ايه? اللي هو الاخترار الاخير عشان ذان. عشان هنحتاج لذان. اما هنا بقول لي وبعد كده لو خدت بالك هنا هتلاحز ان دي صفة ايه? طويلة ومعايا كمان ذا دي صغ التفضيل يبقى اما موست يا اما ليست. وبالتالي مش هجيب لي اللي اتنين. يبقى نستخدم ايه? ليست. يبقى ده الكتاب الاقل اه شعبية في المكتبة. يعني الحشرات ايه بقى? بعد كده يعني بتخلي الناس تمرض اكتر من اي حيوانات اخرى. وبالتالي هي طبعا ايه? اخطر المخلوقات وكده. طبعا هنا مقارنة يا ولادي وبالتالي هستخدم ايه? هستخدم اه طبعا في المقارنة باستخدم ايه? اه السؤال اللي معنا بعد كده السؤال تصحيح الخطأ وهنا في نومبر وان طبعا بيكون الاسئلة دي كلها على دروس ما بيجيبش على الكلمات هنا. وبعد كده بيجست ذان اكامل. لما تلاقي ذان يبقى مقارنة يبقى اشيل الاي اس تي دي وحط ايه? اي ار تباه يعني اكبر من. that mountain was more high than we thought. يبقى عاوز اقول ان الجبل ده اعلى بكثير مما اعتقدنا. لو خدت بالك من هاي دي صفة سيارة. والصفة لسيارة ما جيش قبلها لا مور ولا لس. لكن بنضف لها اي ار فيبقى التصحيح يعني اعلى. وبعد كده فور يو ذان فروت. برضو ذان مقارنة ولكن هنا جايب لي هنا bad. وبعد من الصفات الشازة. يعني مش هحط لها اي ار. لكن هي لها صغة مقارنة وصغة تفضيل بتحفظ. اللي هي المقارنة بتاعتها worse. ولكن التفضيل the worst. نمبر فور. نمبر فور ركز فيها كده عشان مهمة شوية بقول هنا. يعني تعالى كده نشتري التفاح الاخضر. ليه بقى? because the red apples are most expensive. هنا بيعمل مقارنة بين التفاح الاخضر والتفاح الاحمر. تمام? وبيقول لي هنا تعالى نشتري التفاح الاخضر لان التفاح الاحمر اكسر غلاءا. يعني مقارنة هي. ولكن هنا هنستخدم ايه بقى? هنستخدم. يبقى واحد اقول لي فين? اقول لك ما هو ما تنفعش تيجي واقول لك عشان احطها لازم نجيب بعدها كلام. يعني كنت ممكن اعمل مقارنة ازا اقول لك ايه لكن كده ما ينفعش احط في اخر جملة فهنحط بس ايه بس. نجي بعد كده في نمبر فايف. ولهنا العربات القديمة وجاب لي هنا وجاب لي مقارنة يبقى خلي تبقى مقارنة ودي صفاء سيارة بس الصفات والسيارة اللي اخيرها بنحزف الواي ونحط مكانة اي اي ار. اترين اس فاستر وجاب لي هنا از ابس طبعا بيعمل مقارنة وفي المقارنة انا بقول ايه فاستر ذان اسرع من. برضو ذان مقارنة يبقى المفروض مع الصفة الطويلة داي احط معاها ايه? احط معاها مور او لس وهنا هنا هنقول مور كراودد. اي تينك ذا بلو دراس اس وبعد كده هنا مور نايس ذان ذا ريد دراس بعمل مقارنة بين الفستان الازرق والفستان الاحمر وجاب نايس وهي صفاء سيارة يبقى مش محتاجة لمور لكن هي بما انها صفاء سيارة احنا نحط لها ايه? اي ار يبقى نايسر يعني اجمل منه. وهنا بقول لي قادل اس طول يعني عادل ده طويل بطرامي برضو بعمل مقارنة اخد بالك بطرامي اس يبقى اخليها طولر شبه ايه? شبه اللي هي بتاع التفاح الاحمر والتفاح الاخضر. برضو هنا ما نفعش اقول ايه? لان عشان اقول طولر ذان لازم نجيب بعدها باقي الجملة وكمل. في الحالة ديك كنت لو انت عايز تعملها كده كنت تقول مثلا رامي از طولر ذان ادل كده توقع مظبوطة. يعني انا مش عاجبني ولا حابب الفندو ده. وبقول لي هنا ليس ايه? ليس حديثا جدا. مش حديث الفندو ده. يبقى اني هنا عندي سبب خلاني محبش الفندو. مش كده? يبقى لقيه? بكاز. يبقى انا مش حابب الفندو ده? لانه ايه? ليس حديثا. جينا دلوقتي بقى للجزء التالت في فيديو النهاردة وهو حل اختبار على يونت ايت. فتعالي يلا كده نشوف محتوى الاختبار وآآ بأكد عليك لو بتتباني حد دلوقتي من الفيديو تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. والمذكرة ديت آآ اللي هي مذكرة المصر دي هسيبها لك ان شاء الله في اول تعليق عشان لو انت عاوز تحملها عندك. هنفوت اول سؤال كده معنا سؤال الاستماع. طبعا بتسمع من مدرسك في اللجنة وبتحل وبتختار الاجابات الصحيحة. تعال كده يلا نشوف هنا السؤال التاني سؤال ما بين ايمن واشرف. هنا بقول ايه? هلو اشرف. اين زهبت العطل ايه? الاجازة الماضية. قال ايه? يبقى بالتالي هنحط هنا ايه? برج القيارة اللي احنا جبناها من ايه? من تحت. طبعا هنا معلش هنا السؤال ده تحديدا بس هو اللي جاء بالمواصفات القديمة. لان في المواصفات الجديدة زي ما انت عارفين انت بتحط الجملة بالكامل. وطبعا انا حلل معاك امتحانات تانية وهقدم لك مراجعات تانية بالمواصفات الجديدة هنا. هنا بقول لي وبعد كده ات. يبقى هيقول ايه? اين هو? موجود فين? اللي هو كارو طاور ده. قال ده هو بجوار النيل. هاو بعد كده از ات. قال احنا بنقس هنا او بنتكلم عنا الطول وبالتالي هقول ايه? هاو طول از ات. بعد كده انا بقول لي هاو اولد از ات. يعني كم عمره? قال لي هنا اتس مور دان ففتين ناين. يعني اا اا اكتر من تسعة وخمسين ايه? ييرز عام. طبعا هنا اكيد بنقولها ايه? ييرز ايه? ييرز اولد. وفي الاخر هاو ايه بقى? قال لي فلورز. ار دير اون طبعا فلورز يعني الطابق اللي دوار يعني قال لي يعني لما يقول لي هنا عدد شيء يبقى احنا بنسأل عدد بهاو ايه? هاو ميني? لان حتى كمان هاو ميني هي كلمة الاستفهام اللي بتتبع بالاسم الجمع. السؤال اللي جاي ده خاص بالازهر. وطبعا زي احنا عارفين ده بيكون ميني دالك كل اتنين. طبعا محاسيتين منفصلين عن بعض انا مش ادعوه ببعض الاولى ما بين رانا ويارا. فرانا رانا بتسأل السؤال هنا قالت ايه. اعتقد ان الموبايل ده اقصر الاختراعات ايه اهمية. يبقى بالتالي هقول له ما رأيك فيه او ماذا تعتقد فيه اكصر الاختراعات اهمية. يبقى what do you think? the most ممكن اقول له ايه. يعني عاوز تعمله كده. ده انا عامله كده اوكي صح. وعاوز تعمله بالطريقة دي كده وتقول what is the most important برضو صح. الاتنين صح. هنا بقول do you agree with my opinion? هل انت متفق مع رأيي? والله هتقول له انا متفق معاك هتقول له yes i agree او yes i do. فاخدنا مسلا نقول yes i agree نعم انا متفق معاك. السؤال اللي معنا بعد كده السؤال الباسج بقول هنا the ancient Egyptians were clever people. المصريين القدباء كانوا ناس اسكياء. they built the pyramids and a lot of temples. يعني بنوا الاهرامات وكثير من المعابد. they بقول لي علجوا المرضى واعطوهم الدواء. they discovered the sources of the nile and built dams as well. يبقى بقول لي كمان اكتشفوا آآ آآ منبع ومصدر النيل. وبنوا ايه? بنوا السدود ايضا. آآ nowadays في هذه الايام بقى the المصريين بيمارسوا طبعا العلوم الحديثة. they carry out many projects يعني بينفزوا carry out معناه ينفز. بينفزوا عديد من المشروعات. that will develop our country in different fields. اللي هي هتطور دولتنا وبلدنا في مجالات مختلفة. they also work on the desert and try to turn them into green land. كمان ايضا بيقول لي بيعملوا على الماء الصحراء وبيحولوا يحولوها الى ارض خضراء. they have found out ways of fighting diseases يعني بقول لي وجدوا بعض الطرق لمقاتلة وعلاج الامرات طبعا. they have become famous all over the world. يعني اصبحوا مشهورين في جميع الحال عالم. so the government. الحكومة يبقى لذلك الحكومة بتشجعهم على العمل لصالح دولتنا طبعاً نظيم عيدة على مين؟ عيدة على الإيه؟ على الإيجيبشن ساينتست العلماء المصريين لو أنت عاوز تشارك في مساعدة دولتك يعني أقول لك حاول أنت بكون واحد من كتير من المصريين الجيدين اللي هم ساعدوا مصر لحد ما تتطور يعني لتطورها أول سؤال كده في الأسئلة المقالية المصريين قدماء دول بنوئي لما ترجع كده هتلاقي أنه ألا هو يبقى بنوئي 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 أولاد السدود كمان ممكن أقول أنه هم فخلينا فيه المهمة جداً لأنه أهم من السدود اللي هو الجزء ده كده يبدأ تبقى إجابة السؤال اللي هو نمبر وان هنقول أنه هم بنوئي الأهرامات وكمان بنوئي المعابد في نمبر تو بولينا ما النصيحة؟ النصيحة للكاتب هنا بيدهننا النصيحة الهالوات اللي هو بيبدأ بيها بي اف اللي هو اف اللي نائبة لو أنت عاوز تساعد أو تشارك فيه مساعدة بلدك هي دي الجزء اللي هو النصيح اللي بيقدم هنا يعني بيقولي هنا إزاي الدكاترة المصريين أولاد بيساعدوا ده إيه بلدهم تحديداً؟ هتدور على الجزء الخاص بالدكاترة أهوت يبقى هم عملوا إيه؟ بقول أن هم اكتشفوا آآ ويس طرق لمعالجة الأمراض دي تبقى اللي هي سؤال بعد كده التلات أسئلة اللي تشوز يعني بيتم تشجعهم طبعاً لصالح لصالح دولتهم يبقى اسمها إيه؟ موجودة فوقهية أي يبقى بيشجعهم آآ ويهي نومبر فايب بولينا هنا الكلمة الموجودة تعتقدها خط بتشير لإيه؟ طبعاً احنا قلنا بتشير لإيجيبشنز للمصريين هنرجع كده حتى عشان نتأكد أن هي بتشير للمصريين هوت وبقول له هوت بيشجعوهم احنا بنشجعهم الحكومة بتشجعهم يعني عشان أن هم يشتقل صالح مصر يبقى بالتالي هي عايدة على المصريين ولكن هنا في نومبر سيكس بولينا بيعالجوهم ويدوم إيه؟ طبعاً أكيد بيدوم يعني أدوية العلاج السؤال اللي معنا بعد كده في الاختبار هو سؤال تعال كده اللي نشوف نومبر ون بقول هنا مستر رمضان كانت درينك بيكوز هز باطل إز يبقى مش قادر يشرب لإن الإزازة بتاعته إيه؟ إمتي فارغة بعد كده هنا لما تجي تسأل عن الوزن بتاع حاجة بتقول إيه؟ بعد كده هنا بقول لي يعني مصري الكدماء بانوا إيه؟ إن جيزة طبعاً الحاجة الموجودة في الجيزة هي اللي هرمط نمبر فور هنا بيقول يعني بقول لي أن جدي بيعيش أكثر بشكل أكثر روحة في القرية عن القاهرة طبعاً هنا في ذان زي ما أنت شايف يبقى مقرنة وفي المقرنة إحنا بنستخدم إيه؟ أو لس كم عدد؟ وبعد كده يبقى عاوز أقول لك كم هنا كم مرة؟ عاوز أقول لك كم مرة بتذهب فيها للنادي طبعاً من علامات أو بس أدمر السؤال عن عدد المرات في المدارع البسيط يبقى بيجي بعدها وبعد كده الفاعل وبعد كده مصدر الفاعل الكلام ده فين؟ حتى تديه الوحيدة كمان يا ولادي اللي تنفع عليه لأن بعد كلمة السم بنحط فعل المساعد وهنا لو تراحز في مش حاطت الفعل المساعد ده حاطت الفاعل في الأولة اللي احنا عاوزين اللي هي الفعل المساعد الأول القهرة دي بعد كده يبقى عاوز يقول لي هنا أن القهرة دي على بعد إيه تسعين إيه من المدينة بتاعتنا يبقى تسعين كيلو ميدرز مستر محمد عمر ده من انجلترا يبقى عاد إيه عاد بأمان وطبعا احنا هنا محتاجين لظرف عشان يعرفنا هو رجع ازاي رجع إيه سيفلي يبقى سيفلي معناها بأمان المصريين اللي هو اللي هو المتحف المصري طبعا به قطع أثرية تاريخية يعني وبالتالي بنقول على إيه بقى يبقى هنا تفضيل مع التفضيل بنحط ذا وبعدين الصفة القسيرة اللي فيها طبعا آخر ما تنفعش ليه لأن مصصفة طويلة عشان أحط قبلها وبعد كده لو خدت بالك هنا هتلاحز إن كلمة دي الصفة إيه قسيرة ودي طبعا يا أولاد هنا الاختيار أو الكلام ده مش هيبقى مظبوط لأن ما ينفعش أحط قبل طول الصفة القسيرة ولا لس لأنها ما هياش صفة طويلة فبالتالي السؤال ده مش صح احنا ممكن عشان نخليه مثلا صح احنا ممكن نشيل مثلا كلمة أو اللي هي وخلاقي بقى أنا بالزبط كده خلاقي أنا تبقى واسيبك من الاختيارات خالص يبقى الجملة عشان تبقى صح هنقولي أطول مني نمبر فايف اللي هو السؤال بتاع تصحي الخطأ وفي نمبر ون بقول هنا بسمة بسمة لا طبعا هنا جود من الصفات الشازة عشان أخليها في صغة مقارنة لازم أحافظ المقارنة بتاعتها اللي هي بيتر وبيتر طبعا معناها إيه؟ معناها أفضل منه طبعا هنا بيتر دي صغة المقارنة لكن التفضيل بتاعتها اللي هي يعني أعتقد أن هي مازالت مريضة حتى كمان هي شكلها أسوأ من الاسبوع الماضي يبقى هنا ذان لو تاخد بالك مقارنة ومقارنة باستخدام باد اللي هي برضو الصفة الشازة فمقارنتها يبقى اعتقد الموتوسيكلات وبعد كده يبقى بيعمل مقارنة بين الموتوسيكلات والدراجات ولو تاخد بالك كده هنا بيقول لي ان الدراجات آآ يبقى ناقصنا بس ان احنا حط هنا ايه؟ عشان تبقى مقارنة مزبوطة يبقى أكثر خطورة منه في نومبر بقى بيقول هنا طبعا أنا ممكن نبدأ السؤال بتاع المقارنة به كل حاجة بس ده لما يكون بسأل عن أشخاص يعني بسأل اقول لك هو أحمد أو محمد تبقى هو مزبوطة لكن احنا هنا بنتكلم على حاجات غير عاقل يوما بالتالي بابدأ بايه؟ يعني ايهما ايه ايهما اطول الاهرامات ولا برج القاهرة اخر السؤال بقى معنا في فيديو النهاردة هو سؤال اللي هتكتب ثمانين كلمة على العنوان اللي هو يعني مكان مشهور انت زورته طبعا انت ممكن تحفظ الموضوع اللي انا هكتبه ده لانه ممكن تكتبه على كذا حاجة ممكن تكتبه في موضوع زي ده لما يجي يقول لك مكان مشهور انت زورته او ممكن يجي مسلا يقول لك اكتب عن كايرو طاور كايرو طاور يعني برج القاهرة اوكي في الحالتين انت هتكتب نفس في الاول كده كآآ جملتين مقدمة بنعملهم في الاول كده بنقول يعني مصر دولة عظيمة يعني بها وتمتلك الكثير من الاماكن المشهورة دي اللي اتنين دول مقدمة هبدأ بقى كده بنقول لك مكان مشهور انت زورته بقول لك الاسبوع اللي فات زورت برج القاهرة مع عائلتي رحنا نجبي العربية هبدأ باتكلم على المبنى بقى ولما تيجي توصف في المبنى ما تقولش او ما توصفوش في بريء الماضي باوصفوه بالمدرع البسيط عشان دية حقائق يعني انه مبنى طويل جد طوله قدي بقى طوله 187 متر يعني قائم ومبني بجوار النيل به مطعم في القمة في الاعلى المطعم ده اللي هو اتعايد عليه بيتحرق وبيدور يعني حتى تتمكن من رؤية المدينة بالكامل يعني تناولنا الغداء هناك وبعد كده برجع الكلام على البرج يعني به 24 نافذة وشباك في كل طابق لو انت عاوز تتصلك المبنى ده والبرج ده يعني الالوان اللي على البرج بتعت تتغير وبعد كده بقول إنه مبنى رائع كده خلصنا كلام عن المبنى وبعد كده بقول لك رجعنا البيت متأخر آآ ليلا وفي الاخر بقول لك كان يوما رائعا ولطيفا وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة رجعنا على يونت ايت كده رجعنا على سيفن وايت ببقى إنه كمان ثلاث وعدات هتدوم لك إن شاء الله خلال آآ آآ الثلاث فيديوهات القادمين هتمنى بقى منكم الدعم عن طريق اللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتابعات زيادة الجرس وبفكرك إن المذكرة دي هتبقى نسى بالك في أول تعليق وشوفكم ده على خير وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته